بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الرابع العدادية السلام عليكم وإيلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 62 التي تحتوي على تمرينيين التمرين هذا يعتبر إنشاءك إنشاء الوحدة الثاثة إن شاء الله رح أكتب لك إنشاء بسيط وجميل وقصير تقدر تحفظه عزيز الطالب بالإضافة إلى التمرين دي تمرين قواعدي بحث إريد من عندك قواعد 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 لذلك هذا التمرين للأسف قبل لها شرحة إلك راح يأخذ من عندي وقت يعني نوعا ما طويل حتى إتتفهم ليشتين هنا أنا عندي أربعة أزمنة مختلفة في آن واحد لو تلاحب عزيز الطالب تمرين دي يقول ريد قرالي ذلاتها الرسالة إذن هاي رسالة on circle وحطنا الدائرة the correct form الشكل الصحيح of the verbs till af all in bold اللي موجودات باللون الواضح أو اللون المطوخ راح نبدأ نقرأ يقول جا نزار عزيزي نزار I have been in Egypt أنا قد كنت في مصر for a week لمدة أسبوع now من الآن يعني هو الصائل اللي شكت صائل الأسبوع وين في مصر بعد طبعا هذا حيدر قاعد يحتن نزار راح حيدر جيقول I am really enjoying أنا حقا أستمتع my holiday بعطلتي بعد راح نجي للاختيار الأول I أنا يأما تختار have been seen يأما تختار C يأما have seen طبعا ذن الثلاث اختيارات كل واحد من عدن زمن مختلف نجي الأول اختيار have الدل على المضارع والبين الدل على التام والإنجي الدل على المستمر إذن مضارع تام مستمر طبعا عزيزي الطالب هنا ما يصير نختار هذا ليش؟ لأن عنده مشكلة بالفعل C هذا الفعل C ما يصير إذا كان فعل ما يصير يخلي لإنجي زي أنا قل لك أستاذ أنا شايف يعني قاري شايفي يقولون seen من ندخل إلى إنجي ما يصير فعل يصير اسم بمعنى رؤية بمعنى نظر لاحظ إذن هذا السبب اللي خلاني ما أختار هذا الاختيار أما بالنسبة لهذا C هذا مضارع بسيط يتحدث لي عن عمل روتيني متكرر بشكل يومي زي أنا أنت يوميا مصور يوميا رايع فهذا أيضا ما يصير مضارع بسيط أما بالنسبة لاختيار الثالث والأخير عزيزي الطالب يعني هو هنا نشوفها يعني يوميا يشوف الكثير من الأشياء بشكل متكرر يوميا ألويس أو أوفن أو غالبا فهذا المضارع بسيط لا نيجي المن نيجي الهذا هذا شنو هذا مضارع تام بسيط إذن اختيارك هذا ليش أنا أقول لك المضارع التام البسيط خليها ببالك من هالسان حدث حدثه بالزمن الماضي يعني يوم نوميا ساعة ربع ساعة فلاحظ بالزمن الماضي واستمر أثاره لحد الآن شوف هذا الفعل قبل خمس دقائق قبل ربع ساعة استمر لحد الآن هنا لازم أستخدم زمن المضارع التام حدث حدث بالماضي واستمر أثاره يعني سوى بعطلة ومستمتعه لحد الآن مستمتعه وش يقول يقول اي هاف سين أنا قد رأيت الكثير من نيوثينجز أشياء جديدة لاحظ يعني لحد الآن ولاحظ ياي نجي المن نجي للجملة الثانية المختلفة بشكل يعني بشكل أساسي بشكل يعني نوعا ما تختلف عن اللي قبله لو تلاحظ هنا عندي يستردي يستردي معناها البارحة البارحة صار فتشي وانتهى البارحة صار وانتهى ماكو أثر إليه إلا ماكو أثر إليه إذن هذا شنو ماضي بسيط لاحظ ياي يستردي وي وينتو جيزة البارحة نحن ذهبنا إلى جيزة منطقة اسمها الجيزة البارحة رحنا لها وارجعنا لاحظ فهناني هذا حدث صار رحنا وجينا وخصة الطلابة فلحظنا ماضي بسيط الماضي البسيط تعريفه حدث حدث بالماضي وانتهى ما إلى أثر هسا لاحظوا ياي بعد أداة الربط أنت من يجي بعدها فعل لازم الفعل يكون مساول هذا الزمن يعني هسا الزمن ماضي بسيط هنا من يجي الفعل من هذن الثلاثة واحد اثنين ثلاثة لازم أختار واحد من عدن بالماضي البسيط نجي آنك أول واحد هاف سين هذا مضارح تان ثاني واحد سوء بالماضي البسيط ثالث واحد والسي اللي ويدل على المستقبل إذن الجواب عزيز الطالب سوء سببين السبب الأول يستردي والسبب الثاني أنت هذا بالنسبة المن بالنسبة للقواعد نجي النوب للترجمة طبعا أنا جدا آسف هنا رح أركز على القواعد أكثر من الترجمة ومع هذا خاف أن سأعذروني يستردي البارحة نحن ذهبنا للجيزة ورأينا اللي هو الهرم العظيم بعد نحن راجعون لعرض الأضواء والأصوات عدهم عروض يقدموها عروض للأضواء والأصوات رح نيجي المن رح نيجي لهذا بعد يقول العرض مضارع بسيط مضارع تام مضارع بسيط نجي أنيك عزيز الطالب كل جدول وكل مناسبة حطيها بوقت منطيها وقت هنا لازم مضارع بسيط نجي أنيك عدي مضارع تام هاي شي لها شو بقى عدي بقى عدي مضارع بسيط وعدي مضارع بسيط النوبة نجي هذا الفعل بي اس وهذا الفعل مجرد يكون الفعل مجرد إذا كان الفعل جمع ويكون الفعل بي اس إذا كان الفعل مفرد إذن نروح نفرضها يم الفاعل سلام عليكم عمي حج عرض التشو عرض واحد لو شوز عروض لا أنا عرض واحد إذن الفاعل مفرد إذن اختيارك ستار بعد سو لذلك آي آم أنا شبيه ريستين أرتاح إن ماي هوتل في فندقي هذه الظهيرة هذه الظهيرة تمورو غدا نحن كان يمكننا أن نذهب ونحن كان يمكننا أن نذهب لأكامل رايد جولة على الجمل جولة على الجمل بعد آي نكمل هف ناذبا بيين هذا واحد هف ناذبا بيين هف ناذبا بيين أون أكامل بريد أون أكامل بفور يعني أنا بد ما أصعد علي من على جمل فلو تلاحظ عزيزي الطالب نجي أو هاي الأخيرة ما يصير هف ناذبا بيين ما يصير ليش لأي I فاعد صح مفرد لكن يعامل معاملة الجمع قواعديا لذلك ايش ياخذ ياخذ هذ ما ياخذ هذ Was and never ايضا ما تشتغل عدي الجواب مالتك راح يصير هذ On a camel على جمل يعني ان ما صاعد على جمل And I haven't Decided شوف هنا الانت ربطت لي بين زمني مضارع تام وشوف الزمن الثاني I haven't ايضا مضارع تام Decided لم اقرر Whether اما To go and اذهب or not او لا يعني ان لسه ما مقرر بعد I swam لو was swimming لو have been swimming نجيين وحدة وحدة اول شي قال هنانا احتاج مستمر ليش استاد تحتاج مستمر لان اكو حدث صار انه انا صار لون جسدي تان شنو التان معناها اسمر تان تين بعد كيف التان التان لونا اسمر زيان هذا شي ريد يريد استمراري اذا عزيز الطالب بناء على هاي الشي اللي صار لازم مستمر يا اما هذا يا اما هذا نجي المن اذا هذا سوام سابحه راح بقى عدي was swimming انا كنت اسبح لو قد كنت اسبح راح نجي لهذا هذا شنو شغله هذا زمن سوري الزمن تعريفه حدث حدث في الزمن الماضي واستمر لفترة زمنية وانتهى لاحظ يعني البارحة بالليل شننا ناكل شوف البارحة بالليل هاي بالماضي وشننا ناكل هذا استمرارية بالزمن الماضي اما هذا هذا بعض حدث حدث بالزمن الماضي نفس هذا واستمر اثاره لحد الان شنو اثاره صرت اسمر لحظ عزيزي اذا اتجواب هذا فاشي يقول اي هاب بن سوام انا قد كنت اسبح ايهري داي كل يوم ان ذو هوتل البول في حوض الفندق and اي انا نجي هاد already got لو have already got يعني هاد بالماضي التام لو مضارع تم لو ام already got لو شون نقول هنا هذي مبني للمجهول تجي اوكي فالجواب اول شي هذا الماضي تم مايصير هذا مايصير جوابك لازم شي يكون مضارع تم فشي يقول اي هاب already got الى الان يعني الى التو حسا الصار عدي got a ton ton شنو يعني لون البشرة مالتصار اسمر بعد نكمل it's very hot in ايجبت انه حار جدا في مصر i am coming home next week انا قادم الى البيت الاسبوع الماضي could you هل يمكنني pick me could you هل يمكنك sorry could you هل يمكنك pick me معناها تلتقطني توصلني تجشينني هاي معناها pick me اه اوكي up at the airport في المطار my plane طائرتي رح نيجي نوب المن عندي جدول بما انه عندي جدول اذا مضارع بسيط leaves تغادر low left غادرت low has been leaving نيجي من وما معد هذن مضارع بسيط هذا مضارع تم مستمر وهذا ماضي بسيط وعدي بس هذا leaves زين استاد ليش بيا اس الشخص الثالث اي مهنال فاعل مفرد فجوابك رح يكون leaves فما تغادر كايرو القاهرة 10 في الساعة العاشرة ضبط و has been arriving no arrives at 3 نجي نجي هذا اول شي has been arriving خطأ ليش استاذ خطأ الآن تربط لبين زمنين من الشابهات هنا مضارع بسيط راح تربط الزمن الثاني ايضا مضارع بسيط بس انتبه انا قاعد اقول افعال مو بعد شوية تروح للساد السعداد وتشوف انت تربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر وتقول لا هاي من تكبر وتقوم وتفكر انتبه لي هذا النيتش انت تربط بين جملتين والجملة تتكون من فاعل وفعل انا قاعد اقول لك بس فعل يعني هاي الانت ربطت لهذا الفعل بمن بهذا الفعل من واحد شوف ذا ربطت لأفعال نجي انت هاي خطأ شو يبقى عدي ارائف لو ارائف ذني كلهما مضارع بسيط هنا مضارع بسيط هنا ايضا ثلاث مضارع بسيط زيان من اختار اي نجي للفاعل الاساس والرئيس من هو بلين هذا مفرد بما انه مفرد لازم نختار بي اس اذا نناله تلاحظ الرايز شوف ربط افكار ات ثري في الساعة الثالثة سي يو سون اراك قريبا يور فريم صديقك حيدر هذا بالنسبة لتمرين دي عزيزي الطالب راح نجي لتمرين اي التمرين اي اللي هو تمرين انشاء يقلك بالانشاء حتى تخليها ببالك منطوق الانشاء هو هذا السطر يقلك تخيل تخيل انت في المال تخيل انت في المال ديف اوكي تخيل رعك على البحر فهي تخيل اوكي في الحقيقة او مكان حقيقي او مكان تخيلي هذا منطوق انشاء يجيب لك هذا المنطوق معنا يتحدث لك عن انشاء الوحد السطر بعد يقلك اكتب لبطاقة بريدية او 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 صديق سي قل ماذا انت قد كنت تفعل و ماذا الوقت تفعل و ها هنا يقصد تشوف اللايك والوقت معناها تبدو كيف الشكل مالت هي او كي يعني صف للمكان استخدم كلمات لايك مثل فورست اولا اند و سو و ناكست و ثان و فاينالي ثان الكلمات حتى شنو الانشاء ما لتك يصير من السلسل الاحداث ما لتصير جميلة لكي تساعد لكي تساعد القارئ اندرسان يفهم استخدم لأدفرب اللي هنا ضروف لايك ألموست ريلي كمبلتلي لكي تجعل البطاقة طبعا المصد معناها تقريبا ريلي معناها حقا كمبلتلي بشكل كامل يعني بشكل شون نقول الى حد ما لأقصعد لكي تجعل بطاقة البريدية اول ايميل اللي اكتبته مو انترستنج اكثر امتاعا لو تلاحظ عزيزي الطالبان اكتبت لك هذا اول شي زيد عزيزي زيد تريد تغير الاسم بكيفك بعدها بديت لاحظ هذي ترانزيشن هاي الكلمات لاحظ هاي الكلمات اللي طلبة من عندي بالاضافة الى اولموست مثل ما قللي او كمبلتلي يعني اللي شي اللي يريده من عندي ناكتبته انشاء جميل وتحصل عليها درجة مية بالمية يقول اي هاب بن هافن انا قد كنت او كان لدي اغريت سايم وقت عظيم هير انكايرو في القاهرة اعيد اي انا هاب بن هافن شوف هنا هاي الهافن يعني عندي عندي وقت حلو اوكي وهذا الهاف الاول لا فعل مساعد اي هاف انا قد بين كان هافن لدي اغريت عظيم وقت عظيم ممتع هير هنا انكايرو في القاهرة بعدها راح نبدل فورست اولا نحن قضينا تقريبا 2 دايز يومين يومان ان الازهر بارك اللي هو الازهر بارك شون بارك شون عدنا هنا الزورة بارك بالضبط انا بس الشي اوكي متنزه بعد راح يوصفه يقول انه حقا هيوج شوف شاستخدمنا رالي انه حقا شنو ضخم اند وهاز يحتوي الكثير من كلمة عزيز الطالب بمعنى نافرات مثيرات جميلات اوكي حماسيات وإلى آخره بعد يقول نحن ذهبنا نحن ذهبنا بجولة على الجمل الى الاهرامات ثم نحن رأينا معبدين اوكي نارباي بالقرب اند وهو ونحن ذهبنا فور اباوت رايد وشوف تقدر توخر الوي عادي اند وينت ايضا ايضا صير يعني اذا توخر الوي تمشي يعني تحدف لك كلمة بكيفك اند وهو وينت ذهبنا فور اباوت رايد اللي هو شنو جولة بالقارب في نهر النيل تقدر كيفك يعني هاي الوي تقدر تعرف بعد فاينالي اخيرا كل شيء كان مذهل بشكل كامل لحد لذلك انه من الصعب تقول ان نقول ما 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 معناها ماذا الشيء الافضل عن الرحلة كان يعني حتى لذلك انه من الصعب ان تقول ماذا كان افضل شيء عن العطلة ايال انا سوف شو ابين لك اراوي اوكي شو بعض الصور عندما انا اصل الى البيت هذا بعد شو تقول سي سون اراك قريبا او تقدر تقول صديقك وبالاخير تكتب لي اسمك جمال زيد عباس سارة اللي يعجبكم عزيزي الطالب هذا الانشاء تقدرون تغيرون تكتبون وتودون للاستاذ استاذ هذا الانشاء هاي هي كتبناها هاي هي عندك اضافة عليا شو تقول لا قال لكم لا الا انشائي عفو وحفظوا انشاء استاذكم وهذا درسي وهذا شرحي صفحة 62 قد انت تنتظرون في دروس قادمة والسلام عليكم رحمة الله اشتركوا في القناة